دخلت اليوم حملت قوات سوريا الديمقراطية كما ذكرتم التي سمتها قوات سوريا الديمقراطية ردع الارهاب يومها الخامس في إطار تمشيط المناطق الجنوبية ومدينة الحسكة والأرياف والضواحي الشمالية الشرقية لمدينة ديرزور السورية في محاولة من قاسة استهداف خلايا مرتزقة داعش في هذه المناطق وملاحقة تلك الخلايا التي كانت تؤرق القوات والمدنيين في هذه المنطقة والتي نشطات مؤخرا لا سيما بعد دخول مناطق شمالي وشرقي سوريا فترة من حضر التجوال التي تعانيها لدارة ذاتية لحد من تفاشي فيروس كورونا في اليوم الخامس بدأت قوات قاسة مرحلتها الثالثة ضمن حملت ردع الارهاب وهي مرحلة استهداف القرى والبلدات الواقعة بين ناحية الصور ونهر الفراك الشمال وشرقي مدينة ديرزور السورية بعد انتهاء قسحت من مرحلتها الثانية التي استهدفت صحراء المنطقة نفسها خلال اليوم تمكنت قوات سوريا الديمقراطية وقامت باعتقال 28 شخصا مشتبه بسلاتهم بمرتزقة داعش ومن بين هؤلاء الذين تم اعتقالهم هناك شخصان حسب قادة عسكرية موجودين هنا في المحاور منها الجنسية اللبنانية تم اعتقالهم في الريف الشرقي لناحية الصور ومنطقة الروضة في صحراء المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة ديرزور اريد اكد على هذه المعلومات هناك اعتقال 28 شخصا بين مشتبه بسلاتهم بمرتزقة داعش وبين مرتزقة اثنان منهم جنسيتهم لبنانية وايضا كما شاهدنا هنا اعتقال احد عناصر تنظيم القاعدة وهو سوري الاصل كان مطلوبا لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية وكان مطاردا ومطلوبا من قبل الطرفين اعتقال هذا المرتزق في منطقة الروضة بالتحديد بالقرب من الحدود العراقية السورية شمالي شرق مدينة ديرزور السورية هذا الشخص كان مطلوبا للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية كان احد عناصر تنظيم القاعدة المصنفة ارهابيا عالميا طيب احمد ان شددت على الاعداد الذي تم القبض عليهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية وبحسب اطلاعنا على سير العملية كان قبل قليل اعتقال ثمان مشتبهين بانتمائهم لداعش وفي وقت سابق من اليوم ايضا تم الاعلان عن عشرين شخص ايضا يشتبه بانتمائهم لهذا تنظيم الارهابي ومن ضمنهم شخص مطلوب لقوات التحالف الدولي هو منتمي لتنظيم القاعدة من جنسية سوريا العدد الكل او هل لديكم اي عدد دقيق للعدد الكل منذ انطلاق هذه العملية العسكرية الى الان احمد نعم بالمحصلة خلال متابعتنا الميدانية لهذه العملية فقد وصل عدد من اعتقلوا على خلفية العمليات بين مشتبه بهم وبين مرتزق الداعش الى 95 شخص بالتحديد اختادوا جميع هؤلاء ال 95 شخصا الى معتقلات قوات سوريا الديمقراطية لمتابعة التحري والتحقيق بخصوص التهم التي كانت موجهة اليهم او المعلومات التي كانت واردة الى قوات سوريا الديمقراطية اريد ايضا اؤكد مجمل الذين تموا اعتقالهم منذ اليوم الاول والى اليوم حسب رصدنا وامتابعتنا وصل ل 95 شخصا بين مشتبه بهم بالتواصل مع مرتزقة داعش وبين عناصر من مرتزقة داعش نعم انا اشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الصحفي في وكالة هاوار للانباء الاستاذ احمد محمد شكرا جزيلا لك كنت معنا من الشمال السوري اشتركوا في القناة